حقوق الطفل واليوم العالمي للطفل والمناشدات الكبيرة والكثيرة من الناشطين والحقوقيين لحتى نحاول نحمي الطفل من كل العنف اللي ممكن يقع عليه أو لحتى نحاول نحافظ على حقوقه اليوم معانا أستاذ حكم مطالقة مدير شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة لحتى يعرفنا أكتر عن هذا اليوم وإيش هي الجهود الوطنية اللي المجلس عم بقوم فيها المجلس الوطن شؤون الأسرة فيما يخص الطفل صباح الخير صباح الورد أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك سيد حكم أولا شي كل عام وإنت بخير بمناسبة المولد النبوي وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للطفل وإنتم بالخير وبدنا نحكي بهذا اليوم إحنا لما نقول أيام عالمية ومنحتفل بالأيام العالمية هي وقفة أو فرصة إلنا حتى نوقف نشوف إحنا وين وصلنا بهذا الموضوع بموضوع معين اليوم إحنا لما نقول اليوم العالمي للطفل وين إحنا كأردن وصلنا برفع الوعي الحقوقي لدى الطفل تمام بداية نكون شكر وتغذير لكم وكل عام وإنتم بخير بناسبة أيدي مولد النبوي الشريف بداية يعني اليوم العالمي للطفل هو بالنسبة أنه نقطة انطلاق دائما كل سنة عم نحكي أنه نقطة انطلاق بالنسبة لأنه صراحة أنه بالنسبة أنه عم ننطلق فيه بشكل أساسي لتقييم الجهود الوطنية التي بدلت في هذا المجال وبنسبة الوقت نعزز الإنجازات في هذا المجال ونقيم ما هي أولويات العمل المستقبلية التي يجب أن نعمل عليها كمؤسسات وطنية على مستوى وطني في هذا المجال حتى نعزز منظومة حماية الطفل على مستوى وطني بداية اليوم العالمي للطفل هو يعني ينطلق بشكل أساسي من تركيز عهمية مرحلة الطفول بشكل أساسي وإحنا كنا بنعرف أنه مرحلة الطفول هي المرحلة الأساسية التي من خلالها يتم بناء شخصية الطفل من خلال التنشأ الاجتماعية التي تعزز منظومة المواطنة الصالحة وتماسك المجتمع بشكل كامل حاليا يعني على مستوى حقوق الطفل إحنا بنعرف أنه هذا اليوم جاءه يعني بداية في العام 89 لما تم إطلاق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واللي بتركيز على كافة حقوق الطفل وتم صادقة عليها وإحنا الأردن من الدور السباقة اللي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وبلشنا كمؤسسات وطنية نشتغل ونتحمل مسؤولياتنا دخلت حيز النفاذ في الأردن نعم دخلت حيز النفاذ في العام 90 وإحنا كمؤسسات وطنية جميعا تحملنا مسؤولياتنا تجاه تلبية وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بشكل أساسي بنفس الوقت يعني بنرجع بأكد على نقطة رئيسية أنه كمؤسسات وطنية حكومية وغير حكومية كلنا يجب أن نعمل بيد واحدة لتلبية هذه الاحتياجات التي بالنهاية تنعكس إجابا على الطفل وعلى الأسرة وعلى المجتمع بشكل كامل إحنا كمجلس وطني جميع الأسرة يعني أخذنا على تقنا بشكل أساس منذ تأسيس المجلس أنه كم يظل تنسيقية لكافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للعمل سوية كمنظلة تنسيقية أنه نحدد ما هي الأولويات في هذا المجال وبالنفس الوقت نقدم الدعم الفني لكافة المؤسسات حتى تستطيع أن تلبي احتياجات مرحلة الطفل بشكل أساسي والأولويات اليوم بتركيز على شعار الحملة اللي هو وقف العنف اتجاه الطفل ومخدينه على عين الاعتبار لأنه عم نشوف أنه فيه تعنيف كبير عم بيسير للطفل على أكتر من مجال وخاصة في مدارسنا وخاصة في كمان والتنمر على شبكات التواصل الاجتماعي اللي كمان عم تصل لأطفالنا صحيح فتحكي لنا الجهود المبذولة بهذا الأمر بداية جزئية العنف الموجود نعم ونحن نركز بالشكل الأساسي على أنه الاعتراف بمشكلة العنف الأسري هو بداية حل المشكلة كونه العنف الأسري هو أساس كافة أنواع العنف المنتشرة في المجتمع سواء العنف في المدارس أو العنف في الشارع أو العنف المجتمعي فمن هنا نحن بنرجى من أكد على أهمية توفير بيئة آمنة داخل الأسرة التي تبني المعرفة والسلوك الإيجابي لدى الأطفال وساعدهم على أنه ينقلوا هذه الثقافة إلى البيئات الأخرى الموجودة سواء في المدرسة أو في الشارع أو في المجتمع حاليا كقضايا عنف أسري برضو أحب أرجع أكد أنه هي مسؤولية كافة المؤسسات الوطنية هي بالشكل الأساسي هي مشكلة اجتماعية مشكلة ثقافية ذات طابع ثقافي ذات طابع تربوي ذات طابع صحي فيجب على كافة المؤسسات سواء كانت الحكومية وغير الحكومية للعمل سوية لجابة هذه القضية وهي مسؤولية الجميع وإحنا ما بننكر أنه صرنا هلأ إحنا بالمجتمع فيه عندنا وعي كتير كبير يعني الطفل نفسه يعي بحقوقه أيضا المجتمع يعي بحقوق الطفل أيضا صحيح وشكرا أستاذ حكم مطالقة لوجودك معنا كل عام وانت بقى الله يساعدك اشتركوا في القناة